وضع اليمنيين لا يحتمل وقد لا يتمكنون من الصمود فترة أطول بهذه العبارة تصف سيمة جامل مديرة مكتب المجلس النرويجي للاجئين في اليمن ما آل إليه الوضع الإنساني في بيان أصدره المجلس بالتزامن مع مرور خمسمائة يوم منذ احتدم الصراع في اليمن وبحسب البيان فإن أكثر من ستة آلاف وخمسمائة مدني قتلوا فيما أصيب اثنان وثلاثون ألفا البيان أيضا قال أن أربعة عشر مليون يمني غير قادرين على وضع ما يكفي من الغذاء على الطاولة في محاولة وصف أن اليمن بات على مشارف المجاعة إذ أن ثمانية من أصل كل عشرة يمنيين بحاجة مست للمساعدات الإنسانية ناهيك عن أن ما يقارب عشرين مليون شخص لا يحصلون على مياه نظيفة التشريد كفصل من فصول المعاناة المترتبة على أي حرب نالت من اليمنيين أيضا فبحسب البيان أكثر من مليوني مواطن ما زالوا مشردين فضلا عن ثلاثة ملايين هربوا من منازلهم وفر ثلاثمائة وخمسون ألفا واضطروا للجوء للمباني المهجورة إن لم يكن للعراء في أحسن الأحوال فغيرهم اضطروا للبقاء في منازلهم المعرضة للخطر ربع المجموع الكلي للتمويل المطلوب هو فقط ما تم تلبيته بحسب المجلس الذي أنهى بيانه باستيائه من الاستجابة للأزمة في اليمن ووصفها بالمنخفضة بل قال إنه يرثى لها اشتركوا في القناة